موسيقى 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 السلام عليكم و اكمل عافية شباب اليوم راح اتكلم لكم عن اللي صار امس في مؤتمر CES 2020 طبعا اللي هو كان فيه اللي هو مؤتمر سوني وايضا سامسونج ما ركز فيه بالضبط وش كان فيه بالضبط لكن الاهم شيئين بالنسبة لي انا اللي كان اللي هو عن البلاي ستيشن 5 وايضا الشاشات او الشاشة الجديدة من سامسونج اللي هي ال 8K معلن شاشة سامسونج راح اتكلم في موضوعنا اليوم واللي هو عن اللي وش صار وش سووا او وش اعلنونا وش قالوا عن البلاي ستيشن 5 طبعا اللي يسوه عن البلاي ستيشن 5 شيء جدا جدا قليل تقريبا تسريبات جدا قديمة لكن احب يعني فيه شيء بسيط ازادوها شيء بسيط جدا 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 وابقوله لكم الان اللي سووه اللي هو اهم واصفات جهاز بلاي ستيشن 5 اللي سووه خلوه صوتيات ثلاثية الابعاد وكرت سرعة عالي للقرص الصلب اللي هو يعني خلوه SSD بدال HDD او HHD والله ناسي بالضبط وشوا واحدة من الثنتين هذي ايضا اه خلوه تقنية محاكاة تتبع الضو وايضا تشغيل البلوراي عالي الدقة والشيء الجديد اللي هو هابتكس adaptive triggers ان شاء الله اسم كده صحيح طبعا اتوقع المقصود اللي هو في يد التحكم الخاصة في البلاي ستيشن 5 راح تكون قابلة للاحساس بالطبيعة وايضا بقوة الضغط على الازرار ايضا في المؤتمر قالوا ان الجهاز البلاي ستيشن 5 راح يجي في فترة اعياد الميلاد نهاية سنة 2020 تقريبا في شهر ديسمبر والشعار البلاي ستيشن 5 اللي كشفت عنه سوني في معرض CES راح تشاهونا قدامكم الان نفس القديم لكن صراحة تعبوا تعبوا نفسهم مرة صراحة هو نفسه يعني بس بدل 4 حطه 5 يعني ودي شي جديد لكن برضو هو نفسه التصميم لكن بدل 4 حطه 5 ايضا اعلنوا عن الارقام الضخمة لمنصة شبكة بلاي ستيشن واللي هي 106 مليون جهاز مبيعا للبلاي ستيشن 4 حول العالم 1.15 مليار لعبة تم بيعها و 5 مليون وحدة مباعة من جهاز البلاي ستيشن في ار و 103 مليون مستخدم فعال عبر الشبكة شهريا و 38.8 مليون مشترك في خدمة البلاي ستيشن بلاس و اخيرا حساب بلاي ستيشن عبر انستجرام كتابوا Welcome to 2020 بلاي ستيشن 5 هذا اللي كان بشكل مختصر واللي صار في اللي هو مؤتمر CES 2020 ايضا احب اذكركم ان فيه العاب جاية راح تكون متواجدة في معرض TGS 2020 واللي معاه اعتقد راح يكون في شهر فبراير ممكن سبعة او ثمانية فبراير واللي راح يعلمون على العاب جدا مهمة اللي هي The Last of Us الجزء الثاني او Part 2 ايضا فاينل فانتزي ريميك وايضا ايرن مان والنيو 2 والسايبر بنك 2077 Resident Evil 3 ريميك واللدن رينك هذه اللي راح يكون موجود في مؤتمر ان شاء الله في TGS 2020 اذا اعجبكم مقطع لا تنسون الاشتراك بالقناة وتابعوا زر التنبيهات وفي امان الله اشتركوا في القناة